أهلا بحضراتكم حرص مصري دائم على الاطلاع بأدوار فاعلة في كل قضايا الأشقاء العرب والتي تأتي القضية الفلسطينية في الطليعة منها حيث كانت مصر وما زالت الدعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين وبذلت في سبيل ذلك كل جهد ممكن كل عناصر الملف الفلسطيني كانت حاضرة في الجهود المصرية وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية حيث كان لمصر إسهامات مضيئة في هذا الأمر فضلا عن دورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة على قطاع غزة وصولا إلى دورها الكبير في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021 والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار وخلال الأزمة الحالية في قطاع غزة أكدت مصر جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى كما شددت مصر على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل الحلول المصرية للأزمة ارتكزت على عدة محددات أبرزها وقف التدهور القائم في غزة عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية وضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية والانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام والعمل على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل كما طرحت أيضا مصر خارطة طريق خلال قمة القاهرة للسلام والتي احتضنتها في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي وحضرها أكثر من ثلاثين دولة ومنظمة دولية وإقليمية والتي تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي من خلال عدة محاور تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة أما على المستوى الإنساني لم تدخر مصر أي جهد بداية من الضغط لإدخال المساعدات مرورا بإقامة الخيام ومركز الإيواء ووصولا إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو كما شاركت مصر أيضا في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بجنب الحرص على استدامة العمل في معبر رفح رغم العراقيل والقيود التي تفرضها إسرائيل وتعد الحصيلة الحالية للجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة هي الأهم والأكبر من كافة الجهود الأخرى حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87% ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات فقد استضافت المستشفية المصرية حتى الآن أكثر من 3700 مصاب فلسطيني لتلقي العلاج مشاهدين الكرام كان هذا جانبا مما قدمته وطحرس مصر على الاستمرار في تقديمه من أجل الأشقاء في فلسطين ولانهاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة أشكركم على المتابعة اشتركوا في القناة